كيف حالكم أصدقاء أسعد الله أوقاتكم الدهب فتح للتداول من ساعة ونص تقريبا هبط أكتر من 250 نقطة عند الافتتاح خيب أمال الأشخاص اللي متوقعين فجوة سعرية صاعدة شو الأهم الأماكن المتوقع زيارته بالنسبة للدهب شو أهم الأماكن يلي رح نضارب عليها الأسبوع كل هذا رح نجاوب عليه بالفيديو هل حقا نصين عب تشتري الدهب إذا أول مرة بتشوفني أتمنى أنك تشترك بالقناة فعل زر جرس حتى يوصلك كل جديد إذا حابب تحصل على توصيات مجانية سواء فوريكس أو دهب تحديدا تقدر تدخل مجموعة التوصيات بشكل مجاني عن طريق اشتراكك بمنصة أكسس من أقوى الصفقات اللي حققناها الأسبوع الماضي كانت صفقة شيراء على الدهب من 2282 رابط منصة أكسس رح تشوفه بالوصف ورح تشوفه بأول تعليق مجرد ما تشترك بتنزل أسفل بريد الإلكترون وأسفل كلمة السر بتحط عبدو عبدو هو رمز الشريك وبعدها بتتواصل معي بتعطيني رقم حسابك بعد ما تعمل إداع ورح يتم إضافتك بشكل مجاني تماما فريق مختص بتحليل الشرط متابع معكم السوق أول بأول الدهب أصدقاء أول الافتتاح افتتح بشكل طبيعي عن مناطق 2327 وللأسف كان عند الناس ثقة بإقفال آخر يوم تداول منشان هيك كان فيه توصيات شيراء من مجموعات تانية تواصل معي أحد الأشخاص داخل الشيراء بحسب توصية بأول دقائق افتتاح تداول من 2327 أنا نزلت تحذير على قناة التليجرام راقب منطقة 2321 كسرة انتبه تشتري هذا هو التنبيه يلي نزلته على قناة تليجرام كسرة 2321 سلبي لا شراء على الدهب انتبه هذا أول دقائق افتتاح تداول على الدهب وبالفعل الدهب هبط لمناطق الدعم يلي حددناها 2305-2300 وارتد سريعا بأكتر من 100 نقطة وصلنا إلى دعم جيد على فريم الساعة الدعم اليومي عندنا عند الـ 2282 الدعم الأربع ساعات عندنا عند الـ 2266 دعم أربع ساعات أيضا دعم اسبوعي لازم نكون حذرين هلأ ردا على سؤال هل الصين حقا متشتري الدهب إحصائية الشراء للأمانة بالدهب صعبة يعني الإحصائيات يلي عم نشوفها أنه الصين زادت كمية شراء للدهب وأنه حاليا الصين يلي بتمتلكه من الدهب اقتربت للرقم القياسي يلي بالـ 2021 للأسف هاي إحصائيات عن شهر اثنين يعني كل الإحصائيات اللي عم نشوفها بالنسبة للشيراء هي إحصائيات قديمة فبالتالي ما عنا أي بيانات في شهر 3 من الصعب جدا نحكي أنه سبب صعود الدهب الحالي هو شراء الصين على الرغم من تقرير وظائف NFB يلي صدر بآخر يوم تداول وكان مضمونه ارتفاع بالوظائف القطاع الخاص لكن شفنا صعود وشفنا عدم تفاعل مع العلم أنه الخبر كان سلبي للدهب وهذا بسبب التوترات الجيوسياسية يلي كانت عم تصير بين إيران وبين إسرائيل تخوفا من الرد على الضربة الأخيرة للسفارة الإيرانية بدمشق إذن التوترات الجيوسياسية أيضا جاءت على لسان وزير خارجية الأمريكي هذا برأيي عطى دفعة لصعود الدهب إذا بنحكي عن صندوق الـ ETF الخاصة بالدهب منشوف أنه في عنا عملية إخراج سيولي عملية تضفقات وإخراج سيولي من صندوق الـ ETF الخاصة بالدهب وهذا بيفسر عزوف المستثمرين عن شراء الدهب على المدى المتوسط تجار التجزئة عم يشتروا دهب الدهب صالح دائما للاستثمار كحفظ قيمة لكن صندوق الـ ETF يلي بتتداول داخل البورصات للأسف في خروج من التدفقات وهذا بيدل أصدقاء أنه في عنا تصحيح على فريم الأسبوع مهما طال الصعود مناطق الـ 2080 لازم يزور الدهب مهما طال الزمن هل أنا مع البيع حاليا ولا مع الشراء ركز صديقي على منطقة الـ 266 هاي منطقة الـ 266 تمثل دعم أسبوعي دعم 4 ساعات مهم جدا تركز عليه الدعم اليومي عنا كان فيه أقفالات عن مناطق الـ 283 لازم ما يسكر الدهب أسفل مناطق الـ 283 عنا دعم أسبوعي عن مناطق الـ 2131 في حال الدهب أقفلنا الأسبوع الحالي لحنا الأسبوع الحالي بداية تداولاته في حال أقفلنا أسفل مناطق الـ 280 للمناطق الـ 266 أسفلهم أو بينها المنطقتين ممكن نتوقع زيارة الدعم الأسبوعي لكن لحد الآن ما في أي إشارات بيع للدهب لحد الآن عملية إعادة اختبار طبيعية لمناطق الـ 2300 إلى مناطق الـ 2305 قد تكون فرصة جيدة للبحث عن تمركزات مضاربة لإعادة استهداف مناطق الـ 2310 إلى مناطق الـ 2325 في حال من هذه المنطقة شفنا الدعم شفنا شمعة برايس أكشن ارتدادية أنا أفضل انتظار مناطق الـ 2300 أي شمعة إنعي كاسي في هذه المنطقة ممكن تدخل ستو بلوزك أقفال ساعة أسفل هذه المنطقة والهدف إن شاء الله رح يكون 2310-2325 مع رفل ستو بلوز كلما السعر ارتفع كلما السعر عطاك ربح 50 نقطة بتقدر أنت تأمن دخولك وبعدها إذا ضرب لك دخولك ممكن تعاود دخول في حال السعر عادل الصعود على مناطق الـ 2300 إذن الـ 2300 مناطق دعم على فريم الساعة في حال كسرة بالساعات القادمة ممكن نتوقع زيارة مناطق الـ 2282 مناطق دعم على فريم الساعة وعلى الفريم اليومي ممكن السعر يواجه دعم من عندها لكن السلبية والتفكير بالبيع بيكون عند كسر مناطق الـ 2266 صفقات طويلة ممكن نستهدف فيها الـ 2230 وممكن نستهدف 2150 لكن التفكير في البيع حاليا هو فقط سكالبينج يعني أي صفقة تدخلها أنت بيع بعد تحقيقك 100 نقطة أو 70 نقطة مباشر ستو بلوز عدخولك بتخرج جزء من أرباحك البيع حاليا على الذهب سكالبينج إلا بيكسر هالمنطقة هاي ممكن بيكسر مناطق الـ 2300 قفال ساعة أسفلها ممكن نستهدف مناطق 2282 ما ننسى أنه عنا أيضا أخبار جدا مهمة يوم السلساء يوم الاثنين يوم السلساء ما عنا أي بيانات مهمة عنا يوم الأربعاء رح يكون شديد الأهمية من ناحية البيانات الاقتصادية عنا مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري وعلى أساس سنوي وممكن نشوف تقلبات جدا كبيرة أيضا عنا محضر اجتماع اللجنة للسوق المفتوح عنا يوم الخميس رح يصدر عصر هذا اليوم معدلات الشكاوي من البطالة بنفس الوقت رح يصدر مؤشر أسعار المنتجين الشهري والسنوي وهي رح يكون إلى تأثير كبير على الأسواق يوم الجمعة رح يكون يوم هادئ ما في عنا أي بيانات اقتصادية إذا منشوف الـ DXY أصدقاء استقراره أعلى مستويات المية واربع أنا كنت عم براقب هالمنطقة هاي بحذر أي أقفال كان أسفل المية واربع رح يعطي سلبية للدولار لحنا أخذنا السيولي أسفل القاع القديم لكن ما أقفلنا أسفله كانت شمعة أخذ سيولي والارتداد في حال استقر الدولار DXY أعلى المية واربع وممكن نستهدف مناطق المية وخمسة أيضا مية وخمسة فاصلة خمسين هاي هي أهداف الدولار في حال استقراره أعلى المية واربع اليورو ارتداد ضعيف أنا شوفها ردة فعل الموجة الهابطة لا يمكن البناء على صفقات شراء على أساسها الارتداد من الأفضل انتظار والاستقرار أعلى هالترند أعلى القمة السابقة وإلا الدولار مهدد لإعادة زيارة القاع هيك وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أن العجابكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله